المشاعر الرومانسية جميع حواسك الخمس تلعب دوراً كل منها تستطيع التصويت على أو نقد انجذاب ناشئ الأعين هي أول مكوناً في الانجذاب العديد من المعايير الجمالية تختلف حسب الثقافات والعصور وعلامات الشباب والخصوبة والصحة الجيدة مثل الشعر الطويل واللامع أو الجلد الناعم الخالي من البثور دائماً ما تكون مطلوبة تقريباً لأنها مرتبطة باللياقة الإنجابية وحين ترى العين ما يعجبها فإن غريزتنا هي الاقتراب لتقوم باقي الحواس بالفحص مساهمة الأنفي في الرومانسية أكبر من مجرد ملاحظة عطرون أو كولونيا إنه قادر على التقاط إشارات كيميائية طبيعية تدعى بالفيرمونات وهي لا تقوم فقط بنقل معلومات وراثية أو جسدية مهمة حول مصدرها بل هي قادرة على تفعيل استجابة سلوكية أو وظائفية لدى المستقبل قامت مجموعة من النسوة في مراحل مختلفة من دورتهن شهرية بارتداء نفس الأقمصة لثلاث ليال بعد ذلك تم تعيون متطوعين ذكور عشوائياً لشم إما إحدى هذه القمصان أو قمصاً لم يسبق ارتداؤه وقد أظهرت عينات اللعاب ارتفاعاً في التستستيرون في أولئك الذين شموا قمصاً ارتدتهم رأة في مرحلة الإبادة زيادة هذه الكمية قد تعطي رجل الدفعة الكافية لتتبع امرأة لن يكون قد لاحظها لو لا ذلك أنف المرأة منسجم بشكل خاص مع جزيئات الـ MHC والتي تستخدم لمحاربة الأمراض في هذه الحالة فإن الأضادة تتجاذب حيث طلبت دراسة من النسوة شم قمصان تم ارتداؤها من طرف رجال المختلفين فضلنا روائح أولئك الذين لديهم جزيئات الـ MHC مختلفة عما لديهن هذا منطقي الموارثات التي تقود إلى تنوع أكبر في الحصانات قد تعطي للنسل ميزة بقائية آذاننا تحدد كذلك الانجذاب يفضل الذكور الإناث ذوات الأصوات عالية النبرة ولاهثة والتباعد الواسع للأنغام الكلامية والتي تتناسب مع حجم أصغر للجسم في حين أن النسوة تفضلن الأصوات منخفضة النبرة وأقل للأنغام الكلامية والتي تشير إلى حجم أكبر للجسم وبشكل غير مفاجئ فإن لم سيعتبر عاملا مهما في الرومانسية في هذه التجربة دون أن يعرفوا بأن الدراسة قد بدأت طلب من المشاركين أن يمسكوا كوب قهوة لفترة وجيزة إما ساخنة أو مثلجة ولاحقا قام المشاركون بقراءة قصة حول شخص مفترض وطلب منهم أن يقيموا شخصيته أولئك الذين أمسكوا بكوب قهوة ساخن نظروا للشخص في القصة على أنه أسعد واجتماعي أكثر وأكثر كرما وأحسن طبيعة من أولئك الذين أمسكوا بكوب القهوة المثلج والذين قيموا الشخص على أنه بارد وواجم وغير حنون إن استطاع شريك محتمل أن يمر من كل هذه الاختبارات هناك واحد آخر القبلة الأولى سيئة السمعة تبادل غني ومعقد للإشارات الكيميائية واللمسية مثل رائحة نفس الشخص ومذاق فمه هذه اللحظة السحرية حاسمة جدا لدرجة أن أغلب رجال والنساء قد أفادوا بأنهم فقدوا انجذابهم لأحدهم بعد قبلة أولى سيئة بمجرد تأكيد الانجذاب فإن مجرى دمك يغرق بالنور أبن أفرن مفاعل نظاما بالكر والفر فيخفق قلبك بشكل أسرع ويتسع بؤبء عينك ويفرز جسدك لغلوكوز للمزيد من الطاقة ليس لأنك في خطر لكن لأن جسدك يخبرك بأن شيئا مهما يحدث ليساعدك على التركيز ينشئ النور أبن أفرن نوعا من الرؤية النفقية حاجبا من المشوشات المحيطية وربما حتى لف حس الزمن لديك ومحسنا من ذاكرتك وهذا قد يفسر لما لا ينسى الناس أبدا قبلتهم الأولى فكرة أن جانبا كبيرا من انجذابنا تؤثر فيه الكيمياء والبيولوجيا التطورية قد يبدو باردا وعلميا أكثر منه رومانسيا لكن في المرات المقبلة التي ترى فيها شخصا يعجبك حاول أن تقدر كيف أن جسمك بأكمله يلعب دور الوسيط لتقرير ما إن كان ذلك الغريب الجميل مناسبا لك للتاريخ الرائع ومغامرة الفضاء الخارجي وفلسفة الانحناء للعقل والإجابات على أكثر الأسئلة العشوائية التي لديك حول جسمك وأكثر من ذلك اشترك في هذه القناة ترقبوا وابقوا فضليين